اشتركوا في القناة في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قال الأصمع لما صاف قتيب بن مسلم لقتال الترك وهاله أمرهم سأل عن محمد بن واسع ونحسب من أولياء الله فقيل هو ذاك في الميمن جامح على قوسه واصبص بأصبعه نحو السماء يدعو بها قال تلك الأصبع أحب إلي من مئة ألف سيف شهير وشاب طرير ومن عباد الله من لا أقسم على الله لأبره أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له لكن دعاءه مستجاب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أبغوني الضعفاء تنصرون وترزقون بضعفائكم وهذا يدل على فساد قول القائل إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد بل يستقيم وزيادة ودعاء شيخ في زوايا المسجد قد يكون فيه خير عظيم للأمة أجمعين ولما استفحل أمر التتر اجتمعت الجيوش الشامية والمصرية لقتالهم وتضرع الناس في سائر الأمصار إلى الله أن ينصرهم وأن يكسر شوكة التتر فكانت الأخبار تأتي بنصر المسلمين وأن السيف يعمل في رقاب التتر ليل نهار وأنهم هربوا وفروا واعتصموا بالجبال والتلال ولم يسلم منهم إلا القليل فاستقرت خواطر الناس وتباشروا لهذا الفتح العظيم والنصر المبارك كما قال ابن كثير رحمه الله يروي أخبار المعركة لما غزى المسلمون بقيادة قتيبة بلدة بيكند أدنى مداء بخار إلى النهر وأبطأ خبره على المسلمين اشتد الناس بالدعاء لهم في المساجد والأمصار فمنح الله المسلمين أكتافهم يعني أكتاف الكفار قال بقي كنا مع إبراهيم في البحر وهبت ريح وهاجت الأمواج واضطربت السفينة وبكى الناس فقلنا يا أبا إسحاق ما ترى الناس فيه فرفع رأسه وقد أشرفنا على الهلاك فقال يا حي حين لا حي ويا حي قبل كل حي ويا حي بعد كل حي يا حي يا قيوم قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك فهدأت السفينة من تلك الساعة